السلام عليكم ورحمة الله متابعين الكرام كيف حالكم أتمنى أن يكونوا كل شيء بخير وطيوركم في أحسن الأحوال موضوع حلقة يوم إن شاء الله سيكون حول كيفية التعامل مع الذكر والأنجاق قبل تجهيزهم لموسم تزاوج يعني ما هي الإجراءات التي يجب فعلها قبل البدء في تجهيز طيورك لتسهل عليك هذه العملية وإذا كنت يا أخي أول مرة تزور قناة الطيور لا تنسى الاشتراك فيها وتفعي جرس تنبيات ليصلك كل جديد نلتقي بعد مقدمة فيديو فرجو ممتعة مشابهين الكرام مرحبا بكم من جديد طبعا هناك العديد من الإخوة لا يعرفون كيف يتعاملون مع طيورهم قبل تجهيزها لموسم تزاوج حيث تجهيز أغلبهم يضع الذكر والأنجاق بنفس القفص وهذا خطأ لأن الذكر لن يغرد وبالتالي لن يساعد الأنجاق على الجهوزية والعكس يعني فالذكر كلما كانت الأنجاق بعيدة عليه فهو يتحفز ليصبح تغريده قوي ويحصل على تلك الأنجاق لأن تغريد الذكر ونداء الأنجاق ضروري في تجهيز الطيور يعني الذكر يعلم بأن الأنجاق في جانبه والأنجاق تعلم بأن الذكر في جانبها لهذا أول شيء يجب القيام به هو العزل بين الذكر والأنجاق حيث لا يرى الذكر الأنجاق والأنجاق لا ترى الذكر أما إذا كنت يا أخي تتوفر على عدد كبير من الطيور فأنصحك بجمع الأنجاق مع بعضها البعض في مسرح أو في قفص كبير لكي تسهل عليك عملية تجهيز من حيث تقديم الأكل والنظافة وكذل الاستحمام والتشميس يعني تسهل عليك الكثير إذا قمت بجمعهم في قفص واحد أما الذكر يجب وضع كل واحد في قفص مع وضع عازل بينهم لكي لا يروا بعدهم يكفي سماع الصوت فقط أما بخصوص نظام غذائي الذي يساعد الطيور على الجهوزية سأضع السلسلة الجديدة في القناة حول هذا الموضوع لأن هناك العديد من الخلاطات والأغذية التي تجاهز الطيور أتمنى أن يكون كل شيء مفهوم بخصوص هذا الأمر لأنني أتوصل بالعديد من الرسائل من مربون يقولون على أن الذكر والأنجاق مع بعضهم بعض لمدة طاولة لكن لم يحدث تزاوج بالله عليك يا أخي كيف سيحدث تزاوج والذكر بكثرة معاشرتي للأنشق أصبح مثلها فمن الضروري عزله لكي يصل إلى قمة الجهوزية لأن تربيه الطيور في الأقفاس تختلف تماما عن الطيور في البرية أو في المحمية الكبيرة متابعين الكرام هذا ما كان في حلقة اليوم أتمنى أنني أفدتكم ولعب القليل دمتم في رعاية الله وحفظي السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر